اشتركوا في القناة اذا انت دخلت على مول دكان كبير للمشتريات وشفت رجل لابس رداء متدين ولحية وشبشب مثلا شحوطة لابسها ايش ردت فعلك لما تشوف هذا الشخص اذا شفت فتاة محجبة لابس حجاب ايش ردت فعلك ردت فعلك في داخلك هي اللي بتعكس طبيعتك بنفس الوقت اذا انت دخلت على نفس المول وشفت وحدة شعرها ظاهر مش محجبة لابسة صليب وانت عارف انه هي مسيحية اول ما تشوف الصليب وتشوف هذه الفتاة شو بكون ردت فعلك هاي ردت الفعل هي اللي بتعبر عن طبيعتك يا رب تشفي يا رب تشفي الابصار والقلوب المظلمة واليوم صليها من كل قلبك اليوم قول انا لن ادين ولن اكره ويا رب انت اللي ساعدني احنا كلنا اخوة في الانسانية والبشرية كون يعني نور وملح وشهادة حية وافعل خير واسلك بالمحبة ابغد الشر التصق بالخير انظر للناس بعين المسيح المسيح احب كل الناس لدرجة انه مات مات من اجل كل الناس فهو بحبنا ومهتم فينا وهو جاء حتى يفدينا وهذا كل بيت القصيد فالرب عاوز يجيب من الشرق ومن الغرب يكونوا يعني يتكؤون في حضن ابراهيم كما يقول الكتاب فانا بدعوك اليوم انك تمتحن نفسك اول ما بتسمع كلمة مسيحي او اول ما بتسمع كلمة مسلم ايه الفكرة اللي بتدور في ذهنك الفكرة اللي بتدور في ذهنك هذا هو كما تفكر كما انت في سفر الامثال ربنا يشفينا ربنا يرحمنا وربنا يرحم بلادنا في اسم الرب يسوع